إلى سوريا حيث تواصل هيئة تحرير الشام جبهة النصرى سابقاً قمع المتظاهرين لليوم الثالث والثمانين على التوالي في مناطق سيطارتها شمال غربي سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وتشهد مدن وقرى عدة في رفي إدلب والذيقية تظاهرات ضد تحرير الشام تطالب بإسقاط زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني وإنهاء احتكاره للمشهد السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة وهو ما قابلته الهيئة بحملة اعتقالات وضرب لنشطين إضافة إلى الانتشار العسكري في بؤر التظاهرات ياربونك الجرزان أمام صارقات الأحرار ترجمة نانسي قنقر